أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر هذا هو الأسبوع التاسع في هذا الفيديو سنصلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بتراستها خلال هذا الأسبوع كونوا معي بداية أريد أن أنوه أن موضوع هذا الأسبوع هو قصيدة وطن النجوم للشاعر إليا أبو ماضي هذه القصيدة هي ملك لكل مغترب يحن لوطنه لكل من يحن لأريج زهر وطنه وتربة وطنه لكل من يستحضر ذكريات جميلة في أحضان وطنه وما زاد القصيدة قوة وجمالا أن الشاعر لم يسمي بلاده وبالتالي فقد جعل كلمة الوطن شمولية تمس كل قلب يحن لوطنه وأصله مختارات من لغتنا الجميلة وطن النجوم وطن النجوم أنا هنا حذق أتذكر من أنا؟ ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرعنا جذلان يمرح في حقولك كالنسيم مدندنا يتسلق الأشجار لا ضجرا يحص ولا ونا ويعود بالأخصان يبريها صيوفا أو قنا ويخوض في وحل الشتا متهللا متيمنا لا يتقي شر العيون ولا يخاف الألسنا أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت هاهنا أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنة أنا من ترابك ذرة ماجت مواكب من منا أنا من طيورك بلبل غنى بمجدك فختنى حمل الطلاقة والبشاشة من ربوعك للدنى كمعانقت روحي رباك وصفقت في المنحنى للبحر ينشره بنوك حضارة وتمدنا للشمس تبطئ في وداع ذراك كي لا تحزن للبدر في نيسان يقحل بالضياء الأعين فيذوب في حدق المهى سحرا لطيفا لينا للحقل يرتجل الروائع زنبقا أو سوسنا للعشب أثقله الندى للغصن أثقله الجنى عاش الجمال مشردا في الأرض ينشد مسكنا حتى انكشفت له فألقى رحله وتوطنا زعموا سلوتك ليتهم نسبوا إلي الممكنة فالمرء قد ينسى المسيئة المفتري والمحسنة لكنه مهما سلا هيهات يسل الموطنة إليا أبو ماضي الشاعر لبناني والذي عرف بشاعر المهجر سيكون أيضا هناك عزيز الطالب النشاط الموجود أسفل القصيدة عد إلى كتاب إلى ولدي لأحمد أمين واكتب جملة من النصائح التي كتبها إلى ولده وصممها على شكل مطوية وانشرها أو عد إلى أحد دواوين شعراء المهجر واختر قصيدة من القصائد التي عبر فيها الشعراء عن ذكرياتهم في الوطن وقرأها على زملائك إذن سيكون لديك عزيز الطالب خيارين الأول أن تأخذ من كتاب إلى ولدي لأحمد أمين بعض النصائح التي كتبها إلى ولده والثانية أن تختار قصيدة في الوطن لأحد شعراء المهجر هذا هو عرض سريع لما سندرسه وسنتناوله خلال الأسبوع التاسع من الفصل الثاني وكما يظهر أمامكم سيقتصر العمل والقراءة في قصيدة وطن النجوم أنا هنا لإليا أبو ماضي أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة